موسيقى فبتت وكالة التصنيف الاقتماني العالمية Standard & Poor's التصنيف الاقتماني السيادي للكويت عند المرتبة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف وأكدت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت ونشرت على موقعها الإلكتروني إمكان رفع تصنيف آنف الذكر في حال نجحت الإصلاحات الاقتصادية والسياسية واسعة النطاق متوقعة أن يحقق الاقتصاد الكويتي نموا بنحو 1.5% في عام 2019 وتناولت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت ثلاثة أجزاء رئيسية هي عوامل التصنيف الرئيسية وأفاق التصنيف ومبرراته وعن عوامل التصنيف أفادت الوكالة في تناولها للملف المؤسسي والاقتصادي بأن اقتصاد الكويت يعتمد على النفط وذلك مع التوقعات بمحدودية تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد على المدى المتوسط إذ يشكل نحو 90% لكل من الصادرات والإرادات العامة لافتة إلى تبوء الكويت المرتبة الثامنة في عام 2018 كأكبر مصدر للنفط الخام في العالم